تعلمنا في الفيديو السابق على معادلة F الشرطية المتداخلة وكيف وضعنا عدة شروط وأظهرنا نتيجة عند كل شرط وكانت F المتداخلة تعطي نتيجة مختلفة لكل شرط من الشروط ثم نتيجة عند عدم تحقق الجميع الآن ستعرف على دالات ربط الشروط التي تقوم بفحص شروط عديدة وتعطي نتيجة واحدة عند التحقق ونتيجة عند عدم التحقق فمثلاً لدينا هنا هذه البيانات التي تدل على أسماء الموظفين مع طبيعة عملهم وخبراتهم وتقييم عملهم نريد أولاً نتحقق من أكثر من شرط وإعطائه نتيجة معينة مثلاً لنتحقق من هؤلاء الموظفين الذين يعملون بدوام كامل وفي نفس الوقت سنوات خبرتهم فوق الخمسة وأيضاً تقييم عملهم فوق السبع لدينا إذن ثلاث شروط نريد فحصها في نفس الوقت ونريد نتيجة واحدة منها لنضع الشروط أولاً من يعمل بدوام كامل سنضع الشرط الخاص به وهو سي ثلاثة تساوي دوام كامل الشرط الثاني وهو دي ثلاثة أكبر من خمسة والشرط الثالث اي ثلاثة أكبر من سبع لربط هذه الشروط مع بعضها نضعها ضمن دلة أند التي تقوم بربط أكثر من شرط وكما نشاهد نفصل بين الشروط بالفاصلة أو الفاصلة من قوطة حسب الجهاز الذين استعملوا وستعطي معادلة أند النتيجة true في حال تحققت جميعها وفولس في حال لم يتحقق أي منها أما لو وضعنا اور بدل أند فستعطي النتيجة true في حال تحقق واحد منها على الأقل وفولس في حال لم يتحقق أي شرط منها وسنشاهد النتيجة لو وضعناها في الخلية G4 ستظهر النتائج كما نرى أما اور فستكون النتائج كما في العمول الثاني ومعنى true أي أن المعادلة محققة وفولس أي غير محققة هاتين المعادلتين تعطياني النتيجة true أو false فقط أما لو أردنا الحصول على نتيجة مختلفة عن true أو false مثلا نريد في حال تحققت كل شرط لدى أي موظف يتم إعطاؤه مكافأة مالية بمقدار 100 وإلا فلا يعطى شيئا فستكون معادلة أن لربط الشرط ولكن كما أوضحنا منذ قليل فإن المعادلتين أند و أور لا تعطياني إلا النتيجة true أو false لذلك نضع المعادلة داخل دالة F الشرطية في قسم الشرط إذن فهنا لدينا الشرط في معادلة F وهو مجموعة من الشروط مربوطين ضمن معادلة أند وستكون محققة في حال تحققت جميعها تماما ولن تكون محققة في حال واحد منها لم يكن محققا وسيعطي 100 في حال تحققت كل الشروط فسيكون القسم الثاني تحقق الشرط هو 100 ولا يعطى شيئا إذا كان الشرط غير محققا وهو عبارة عن مجموعة من الشروط مربوطة ضمن معادلة أند وهذه هي المعادلة وستكون النتائج كما تظهر في الخلايا أما لو أردنا أن يعطى مكافأة مالية لو تحقق شرط واحد فقط من هذه الشروط لدى أي موظف فسنضع أغر بدل أند ضمن المعادلة وستكون النتائج كما تظهر في الخلايا دعونا ننتقل لملف الإكسل ونطبق هذا الشيء على البيانات لدينا هنا استبيان عوائل معينة نريد وضع العوائل التي تستحق معونة مالية في حال تحقق أي من هذه الشروط لدينا في الجدول الجانبي ما نريد إعطائه معونة مالية حيث يكون مستحق للمعونة إذا كان المعيل هو الأم أو عدد الأبناء أكثر من خمسة أو وجود إعاقة لدى أحد الأبناء في العائلة سنضع في الخلية H2 المعادلة يساوي F ثم نفتح القوس وسنضع OR لأننا نريد أكثر من شرط ونريد واحد منها على الأقل أن يكون محققا نفتح القوس OR ونضع الشرط التي نفصل بينها بين إشارة الفاصلة نضع الشرط الأول بإثنين يساوي الأم بين إشارته تنصيص ثم فاصلة ونضع الشرط الثاني وهي الخلية الموجودة بها عدد الأبناء ثم أكبر من خمسة ثم فاصلة لوضع الشرط الثالث وهو F2 يساوي كلمة نعم أي أن يكون هناك إعاقة لدى أحد الأبناء ثم نغلق قوس OR لأننا انتهينا من الشرط ونضع فاصلة للانتقال لتحقق الشرط أو تحقق الشرط في دالة F ونضع بين إشارة التنصيص كلمة مستحق ثم فاصلة للانتقال لعدم تحقق الشرط في معادلة F وهو غير مستحق بين إشارة التنصيص نغلق قوس F بالضغط على ENTER نحصل على النتيجة ثم من مقبض التعبئة نقرتين عليه نحصل على النتائج ننتقل للشيط الثانية هنا لدينا مجموعة من الموظفين نريد حساب الراتب الجديد بعد وضع الزيادة بهذا الشكل لمن يعمل بدوام كامل ولديه تقييم العمل أكبر أو يساوي الخمسة يعطى زيادة في الراتب 10% ولمن يعمل بدوام نصفي وتقييم العمل فوق السبع تماما يعطى زيادة للراتب 5% وباقي الموظفين لا يتم زيادة أي شيء على الراتب هنا لدينا ثلاث نتائج هي الزيادة 10% والزيادة 5% وبدون الزيادة بالتالي نحتاج أكثر من إفل الحصول عليها وباعتبار أن لدينا في كل زيادة أكثر من شرط يجب أن يتحققوا حتى تتم الزيادة إذن فدالة أند هي من يجب وضعها لربط الشروط إذن سنضع في الخلية H2 المعادلة يساوي إف ثم نفتح القوس نضع معادلة أند ونفتح قوسها ثم نضع الشرط الأول وهو طبيعة العمل ثم يساوي دوام كامل بين إشارته تنصيص ثم نضع فاصلة للانتقال للشرط الثاني في دالة أند ونضع خلية تقييم العمل أكبر أو تساوي 5 وهنا انتهينا من الشروط نغلق قوس أند ثم فاصلة للانتقال لتحقق شرط F نضع الزيادة 10% إذن الراتب مضلوباً بـ 10% زائد الراتب وهذا سيقوم بحساب الراتب الجديد في حال تحققت الشروط جميعاً وفي حال لم يتحقق شرط أو أكثر حسب معادلة أند فلم يكون الشرط في F محققة نضع فاصلة للانتقال لعدم تحقق الشرط في معادلة F وسنضع F أخرى ليتم الفحص من جديد ونضع أند أيضاً ليتم ربط أكثر من شرط ونفتح القوس ونضع خلية طبيعة العمل ثم يساوي دوام جزئي ثم فاصلة نضع الشرط الثاني وهو تقييم العمل أكبر من 7 ثم نغلق قوس أند لأننا انتهينا من الشروط نضع فاصلة لوضع نتيجة تحقق هذه الشروط وهو المرتب مضلوباً بـ 5% زائد المرتب ثم فاصلة في حال لم يتحقق هذا نضع F2 أي يبقى الراتب على حالة نغلق أقواس بعدد إفات المفتوحة وهنا نغلق قوسين حتى الوصول لللون الأسود بالضغط على Enter والنزول بمقبض التعبئة نحصل على النتائج